وفد الذي ذهب اليوم إلى أقليم كردستان عما رشحت لقاءاته مع المسؤولين في المفوضية في الأقليم بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة في كل حدث انتخابي تقوم المفوضية ممثلة بكوادرها الفنية وفي مجلس المفوضين بزيارات تفقدية على هذه المكاتب للاطلاع على التحديات التي تعيق عمل المفوضية المشكلة الحقيقية الآن في الانتخابات حسب ما جاء انتابحها بخصوص عمليات التصويت هي قضية تصويت النازحين لأن تعرفون في أقليم كردستان توجد أعداد كبيرة من النازحين في أقليم كردستان في محافظة هوكس ديمانيا وأربيل فبالتالي على المفوضية إيجاد طريقة سليمة وطريقة شفافة لانتخاب هؤلاء النازحين لأن عادة ما تكون هناك مشاكل في عمليات التصويت الخاصة في النازحين ودائما ما تلجأ المفوضية إلى طرق التصويت هذه الطرق يسمح من خلالها التلعو التي هي التصويت المشروط المفوضية أعلنت في أكثر من المؤتمر أنها بصدد إلغاء هذا النوع من التصويت طبعا هذا التصويت تشبل أكثر شيء النازحين لمعالجة مشاكل فنية فبالتالي على المفوضية أن تجري الانتخابات الخاصة في مجالس المحافظات وضمان أكبر قدر للمشاركة من الناغبين وبالخصوص النازحين في تلك المناطق ولكن الألية الجديدة لتحجيم هذه المشكلة ومشكلة تصويت النازحين سيد مقداد هل من ألية خطة معينة موضوع من قبل المفوضية حتى الآن؟ في الحقيقة من خلال متابعاتنا نعم لدى المفوضية إرادة بإجراء الانتخابات للنازحين في تلك المناطق وذلك عن طريق التصويت عن طريق بطاقات خاصة بالنازحين وإجراءات مشددة لمنع عمليات التلاعب في أصوات النازحين وألغاء موضوع التصويت المشروط التصويت المشروط كان يأتي الناخب النازح ويتبت بياناته على ضرف خاص ويلقي ورقة الاقتراع في الصندوق الخاص فبالتالي إذا ما تم تسريب سجل الناخبين لأي جهة سياسية يمكن لها بالضغط على بعض الموظفي المتعاقدين مع المفوضية وإدخال أسماء عن طريق هذه الأظرف ومما يؤدي إلى حدوث خلل كبير في عمليات التصويت نعم حدثت هذه في كل نشاط انتخابي يستخدم عمليات التصويت المشروط يعني ترافق عمليات تصويت المشروط هذه المشاكل فالمفوضية جادة من خلال بياناتها ومن خلال إجراءاتها بوضع حل لهذه المشاكل أعتذر على المقاطعة دائما ما تتحدث التسريبات عن نسبة الإقبال الضعيفة لتحديث سجلات الناخبين يترى ما هي أبرز أسبابه هل هي ما تمخذت عنه الانتخابات السابقة هل هي عدم ثقة بالمفوضية أعضاء المفوضية أو إجراءات المفوضية أم أشياء أخرى قد تؤثر على حياة المواطن لا بالحقيقة هي عدة عوامل أهم عامل يعني اللي أثر على نسبة الإقبال لن حد الآن مفوضية لن تعلن إحصائيات نهائية لعمليات تحديث سجل الناخبين لكن عادة في الانتخابات المحلية في انتخابات مجالس المحافظات الإقبال يكون على عمليات تحديث يختلف عن الإقبال على عمليات التحديث سجل الناخبين في الانتخابات البرلمانية أضف إلى ذلك الضعف الواضح من جميع قادة الكتل السياسية والنشاطات والمؤسسات المجتمع المدني وحتى المنظمات المناقبة للانتخابات من خلال متابعتنا الإعلام يعني ظهورهم ودحدهم إلى الناخبين أعتقد هو ليس بالمستوى المطلوب كل هذا ينعكس على أداء المفوضية بالإضافة إلى ذلك الهجمة الكبيرة التي تعرضت لديها لها المؤسسة في المرحلة السابقة فنأمل أن تعاد التقية في المفوضية من خلال إجراءاتها الشفافة والتعاون مع أعضاء المفوضية لعادة التقية من قبل الشعب العراقي لغرض عمليات التحديث سجل الناخبين لحد الآن لا توجد حصان المفوضية اقترحت إجراء هذه الانتخابات بحلول نهاية هذا العام ولكن هناك تسريبات تتحدث عن تأجيلها إلى شباط من الصنع المقبلة أو حتى إلى نيسان ولكن المشكلة هي أن التعديلات التي من المفترض أن تطرأ على أو اقترأت أو اقترأتها الحكومة على قانون الانتخابات للمحافظات حتى الآن لم تعرض على طاولات النواب في مجلس القرلمان لا في الحقيقة هناك جدل كبير على تاريخ إجراء الانتخابات المفوضية اقترحت قبل 15-3 أن تجرى الانتخابات في 16-11 من هذا العام فبالتالي أعطت لجنة القانونية في البرلمان أعطت ضمانات أنها سوف تشرع قانون الانتخابات التي تعتمد عليه المفوضية في إجراء الانتخابات قبل 15-13 بالتالي المفوضية أعطت هذا التاريخ إلا أن مجلس النواب لحد هذا اليوم لم يوفق بتشريع هذا القانون اليوم نخلنا في شهر الخامس والحد الآن لا يوجد قانون الانتخابات كامل المعالم نعم هناك قانون تم تشريعه لكن هناك عليه اعتراضات هناك الحكومة لديها تعديل آخر بإضافة 30% للقوائم للفائزين من القوائم يعني أعطت نسبة لأعلى الفائزين في كل القوائم و70% تذهب إلى باقي القوائم حسب سانتليغو فهذا التعديل أيضا سوف يذهب إلى مجلس النواب نعم منذ الصعب تمرر الكتلة الكبيرة في داخل البرلمان هذا الموضوع نأمل أن يمرر إن شاء الله بالتأكيد نأمل بالأفضل يبقى التاريخ ستزينة يبقى التاريخ خلاف يبقى التاريخ هناك كتلة سياسية تريد أن تجري انتخابات في 15 شباط وكتلة سياسية الأكثر تريد أن تجري انتخابات في 20 من نيسان العام المقبل أعتقد 16 أصبح من الصعوبة إنجازة لأن المفوضية تحتاج إلى 294 يوم لإجراء الانتخابات من تاريخ تشريع القانون فبالتالي أعتقد من الصعوبة إجراءها في هذا السنة نعم أنا من المطالبين من ضرورة إجراءها في أسرع وقت لكن لا أعتقد الوقت يسعى في المفوضية بإجراءها في الوقت المحدد منتنى جدا على حضورك معنا مواشرة من بغداد رئيس الإدارة الانتخابية سابق مقداد الشريفي شكرا جزيلا لك